ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله وقفته دورية من عناصر الدراجين قصد التحقيق من هويته وعمد أحد الدراجين إلى تنقيق اسمه على النظمة الإلكترونية بعد سحب وطائقه قبل أن يتهجم عليه مادة المسؤول ويعربض عليها وأشارت اليومية إلى أن الخلاف طوي بانتقال شرطي إلى المحكمة الاستئناف بالرباط للاعتدار لمسؤول النيابة العامة فيما رفض الشرطي الثاني ذلك وقالت اليومية ذاتها أن المسؤول القضائي كان يقود سيارة في ملكية زوجته فأوقفه رجال الشرطة وأثناء تقديم نفسه سحب منه وطائق السيارة ما أتر غضبه في الوقت الذي لم يتعرف عليه برغم أنه ضابط سامي للشرطة القضائية وينتمي إلى الدائرة القضائية للرباط هذا وأتارت الحديث جدلا في محاكم مختلفة بالرباط بينما اعتبر أن رجال الشرطة من المفروض عليهم المعرفة المسبقة للمسؤولين القضائيين الذين يشتغلون بجهاز النيابة العامة باعتبارهم الرؤساء الفعليين للضابط القضائية وبينما اعتبر أن رجل الأمن من حقه توقف أي مسؤول في الدولة نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية